هو الشيء الذي يلفت النظر بقضية الحظر هنا هو الحظر كان على الإتجار بالحقيقة وبيع الخمور وليس على الاستهلاك الشخصي للأفراد أنه ما كانت الحركة وليدة ساعتها وما كانت حركة نخبوية ما إجا القرار من قبل الحكومة الأمريكية أنه خلص الحاكم أو الرئيس والله إجا على باله يمنع الخمور فقرر أنه يمنع الخمور بالحقيقة كان في حراك شعبي طويل المدى يمكن من عام 1830 بأمريكا على أيدي المهاجرين الألمان والإيرلنديين بلشوا الحراك ولكن كان هناك مشاركة من تيارات دينية البرتستانتية الكنيسة المرمونية التي هي الكنيسة الأمريكية بحثة كان هناك علاقة بالموضوع كان هناك تجار بالحقيقة وأصحاب المعامل مع الوقت صاروا هم المؤيدين لفكرة المنع فالحركة كان شعبية طويلة المدى أخذت عقود بالحقيقة قبل أن تصل لمرحلة الحظر بلشوا بموضوع التمبرنس الاعتدال كانوا يشجعوا على الاعتدال بشرب الخمور وانتهى الموضوع بقرار أنه لا نحن لازم نحضر الحمور بشكل كامل وأخيرا تحصلوا على القرار عام 1920 يعني انت عارف أمار القصة تبدو فعلا نموذجية عندنا حركة في المجتمع مش جاية من فوق بالعكس جاية من الطبقات مش طبقات العليا المسيطرة جاية من الطبقة الوسطى والطبقات الأفقر في المجتمع يعني حركة نموذجية في كل حاجة لغاية ما بتوصل لمستوى الدولة بيتم طرح الموضوع بيوافق عليه في مجلس النواب والشيوخ بيعدي على الولايات يعني قصة نموذجية للطبق القصة كمان كانت عائدة لتشبيك يعني كان في عندك تشبيك ما بين الناس اللي كانوا عم يحكوا بمنع الخمور كمان شبكوا مع حركة منع العبودية مع حركة حقوق المرأة سوذن بي أنتوني كانت أكبر مؤيدين اللي هي الناشطة الأنبيكية اللي من أجل حقوق المرأة وخاصة حق المرأة بالتصويت كمان كانت مع موضوع حظر الخمور فكان في حراك شعبي كبير بالحقيقة أو تشبيك على عدة مستويات بالإضافة لهذا الشيء كان في تيار عالمي نحن ما بس عم نتعامل مع أمريكا كندا حضرت الخمور ما بين 1918 و1920 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر